التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان ستكون داخل إطار قانوني تحمي التاجر والمستهلك وستنظم عملية البيع والشراء هذا ما أوضحته وزارة التجارة والصناع وترويج الاستثمار في المؤتمر الصحفي حول اللائحة التنظيمية لمزاولة الأعمال الانتاجية المنزلية في سلطنة عمان الذي حدث بقرار وزاري تسعى وزارة التجارة والصناع ترويج الاستثمار بالتعاون مع هي التنمية الموساطة الصغيرة المتوسطة لإيجاد تنظيم لهذه الفئة كذلك لإيجاد قاعدة بيانات حقيقية لممارسي هذا النشاط وكذلك لحماية أيضا المستهلك المستهلك من ناحية الغش التجاري وغير من الأضرار التي لحقت في بعض المستهلكين من بعض المنتجات خصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية أو ما يتعلق بمواد التجميل أو أي منتج يلامس سلامة وصحة الإنسان المؤتمر الصحفي كشف عن طريقة تقديم طلب ترخيص الصناعات المنزلية وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لرواد الأعمال أو مكاتب سند وأوضح المؤتمر رسوم الترخيص وهي ثلاثة ريالات لكل ثلاث سنوات مؤكدا في الوقت نفسه بأنه لا يؤثر على ممارسي التجارة المنزلية من الباحثين عن عمل أو المسرحين طبعا فيما يتعلق هذا القرار أتى برسوم ثلاثة ريالات لمدة ثلاث سنوات هذا الترخيص ساري المفعول بيكون غير ذلك أنه لن يكون هناك أي إضرار بالمواطن فيما يتعلق بحصوله على فرصة وظيفية سواء كباحث أو سواء من قبل الأخوة للمسرحين عن العمل تسجيل في المنصة خلال خطوات بسيطة إلكترونيا بعد الحصول على الترخيص الدخول على المنصة والدخول بالبطاقة الشخصية ومن ثم الدخول على بقية الخدمات الأخرى التي تقدمون الحقيقة كالتدريب والاستشارات وخدمة طلب الدعم الحرفي التي تتواجد حاليا في المنصة بشكل مفعال يتضمن الدعم الحرفي عدة مزايا منها دعم التدريب الحرفي دعم المشاركة في المتمرات والمعارض سواء المحلية والدولية دعم شراء المواد الخام وشراء المعدات والأدوات الحرفية ولأهمية تنمية وتطوير الصناعات الحرفية في سلطنة عمان فقد أصدرت هيئة التنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللايحة التنظيمية لدعم الصناعات الحرفية وأوضحت اللايحة مزايا الحصول على الترخيص للصناعات اللايحة التنظيمية لمزاولة الأعمال الانتاجية المنزلية ستساهم في تنظيم التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان وتضعها داخل إطار قانوني يحمي المستهلكة والتاجر في وقت أكدت فيه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على العمل لإنشاء منصة تجمع جميع ممارسي التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان يوسف بن سعيد الرواحي مسقط